أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاسئون والذين هم عن اللو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أسواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن بدغ وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهديهم رعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من صلالة من طين ثم جعلناه نتفة في قرار مكين ثم خلقنا النتفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أهسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعطون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائك وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وسجرة تخرج من تور سيناء تنبت بالتحن وسبغ للآكلين وإن لكم في العنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافي كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وعاتوه إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته